بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أن نرحب بكم اليوم لكل من أقروبين المدارس الاعتيادية ومدارس المتميزين وهذه الجلسة الاستثنائية والجزء الثامن من سلسلة محاضرات القطوع المخروطية وتحديدا الجولة الرابعة من جولات القطع الناقص الالبس لذلك هذه المحاضرات ستكون السؤال يطرح باللغة العربية واللغة الإنجليزية والشرح سيكون شرح اعتيادي موجه إلى الجميع وهذه الجلسة سمية جلسة استثنائية لأن رح نناقش بها قرابة عشرة إلى صنع السؤال واحد من عدهم هو سؤال وزاري وباقي الأسئلة هي أسئلة منهجية أؤكد على أنها أسئلة منهجية يعني ممكن تجي بالامتحان الوزاري ولكنها لم ترد لحد الآن في الامتحان الوزاري ولم نجدها في الكتاب بشكل مباشر ولكن أفكارها كلها موجودة في الكتاب بشكل ضمني طبعا هنا مجموعة من الأسئلة رح نطلع عليها اليوم كلهن إن شاء الله ومن بين الأسئلة اللي رح نناقشها خلال جولتنا اليوم هو السؤال اللي تم إرساله على قناتي على التليجرام وسميناه سؤال الأربعينية والفنان الذي يريد أن يجسد بعض مشاهد الإيثار خلال الزيارة الأربعينية المباركة سنستعرض حل السؤال ضمن جولتنا لهذا اليوم إذن مباشرة السؤال الأول ما أريدكم تكتبون أريد فقط تطلعون على الشرح ورح يكون باب النقاش مفتوح وبعديا المحاضرة إن شاء الله رح ترفع على اليوتيوب والرجاء بأن هنا كل الأسئلة اللي رح نطرحها أريدها تكتب بالدفتر وتحل حل تفصيلي مو نقلا من الشاشة حل تفصيلي حسب ما رح تفهمون خلال المحاضرة وبعديا نتقارنون الحل مالتكم وياليوتيوب الذي سوف ينشر بإذن الله تعالى المثال الأول جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرتاه جدر ثلاثة صفر وسالب جدر ثلاثة صفر والنقطتان أجوى كي تنتميان إليه بحيث عندي هنا نقطة زائدة بحيث أن هذه نقطة المسيح بحيث أن محيط الشكل الرباعي HF1KF2 يساوي 12 وحدة وبالنسبة لطلبة المتميزين نفس السؤال تماما ولكن هنا باللغة الإنجليزية حسب ما موجود أمامكم إذن هنا نقطيني محيط شكل الرباعي ما هو الفرق بين هذا السؤال وسؤال الكتاب اللي هو تحديدا سؤال العاشر بالتمارين خلي أذكر السؤال العاشر بوقتها من رسمنا المستوي الإحداثي ورسمنا القطع الناقص كان السؤال العاشر يتحدث عن قطع ناقص بؤرتاه موجب سالب أربعة صفر يعني معناها عندي بؤرة أولى خلي تكون هنا اللي هي أربعة صفر بؤرة ثانية رح تكون هنا سالب أربعة صفر وقل لي النقطة P تنتمي إليه في حيث كان محيط الشكل الرباعي أو هنا محيط المثلث P F1F2 يساوي 24 وحدة إذن هذا السؤال الكتاب وإجاب الامتحان الوزاري مع تغييرات طفيفة إذن قلنا في وقتها بأن محيط المثلث هو مجموعة طوال أضلاعه الثلاث ولكن اليوم عندي محيط الشكل الرباعي كيف يتم رسم الشكل الرباعي وهل أن هذا السؤال سؤال منهجي أم سؤال خارجي وأكد دائماً هناك فرق بين السؤال الإثرائي والسؤال الخارجي السؤال الإثرائي يعني سؤال منهجي ولكنه ما موجود بالكتاب إذا بالكتاب قايل البؤرة أربعة صفر إذا سويتها خمسة صفر صار سؤال إثرائي لذلك بعض الطلاب يحاول أن يشيع على نفسه وعلى الآخرين بأن الأسئلة إثرائية والأسئلة الشتتنة وما أعرف شنو إذن هنا الطالب اللي ما يفهم الرياضيات على حقيقة لا يروح يطب للامتحان يقول أنا أطمح أجيب 100 أقول له إيه تجيب 70 تجيب 60 احتمال تجيب 80 احتمال تجيب 90 ولكن إذا ما جيبت 100 إذا نصوتك أنت ليش لأن مقرأة الرياضيات بطريقة فهم الموضوع يعني إذا أريد أعتمد فقط على أسئلة الكتاب من أقول أسئلة الكتاب وما يقبل أغير الرقم يعني يريد يحفظ الكتاب فمن يحفظ الرياضيات لا يضمن أن يحصل على الدرجة الكاملة إذن هذه هي القاعدة العامة زين إذن هذا السؤال منهجي ولكنه ما موجود بالكتاب إذن شلون رح أبدأ في حل هذا السؤال إذن شعارنا دائما تابع وفهم من أجل الحصول على العلامة الكاملة وتكون العلامة الكاملة هي خيارك الأمثل إذن أعزائي ارسمت المستوي الإحداثي ارسمت القطع الناقص اللي بؤرتاه جذرة 3 صفر والسالب جذرة 3 صفر هذا السؤال من دائما أجيب بالامتحان كثير من طلابنا الأعزاء رح يرسم لي الأش هنا ويرسم لي الكي هنا يعني هنا خلي أتراجع خطوة يعني الطالب دي يقول آني الأش رح أسويها هنا والكي رح أسويها هنا وبعدين يقول لي أفواني هنا ويقول لي أفتو ويكمل رسم شكل رباعي نعم يصير عنده شكل رباعي ولكن القراءة خاطئة جدا لأن بالابتدائية ربما في بدايات المتوسطة علموكم قال لولكم طريقة قراءة الشكل الرباعي تكون أما باتجاه أقرب الساعة أو عكس اتجاه أقرب الساعة الشكل الرباعي اللي موجود أمامك رح أقرأ كي أتش أفوان أفتو في حين واش داي يقول لي داي يقول لي أتش أفوان كي أفتو إذن معناها الرسم سيكون خاطئ لذلك هنا رح أرجع للرسم الأصلي إذن من داي يقول لي أتش أفوان كي أفتو إذن داي شوف القراءة باتجاه أقرب الساعة أتش أفوان كي أفتو إذن هذه طريقة قراءة الشكل الرباعي ناطين البؤرة ينموجب سالب جذر ثلاثة صفر واضح جدا بأن السي تساوي جذر ثلاثة بما أن محيط المثلث هو مجموع أطوال أضلاعه الثلاثة فأن محيط الشكل الرباعي هو مجموع أطوال أضلاعه الأربعة استنتجت بأن السي تساوي جذر ثلاثة ومحيط الشكل الرباعي يساوي مجموعة أطوال أطلاعه الأربعة من هما أطلاعه الأربعة الـ HF1 هذا ظلع الـ HF2 هذا ظلع الـ KF1 هذا ظلع الـ KF2 هذا ظلع تعريف القطع الناقص وهو مجموعة نقط في المستوي التي يكون مجموع بعديها عن نقطتين معلومتين تسمى البؤرتين عددا حقيقيا ثابتا 2A إذن معناها من أريد أترجم تعريف القطع الناقص في أن الـ HF1 زائد الـ HF2 ذو الـ 2A والـ KF1 زائد الـ KF2 أيضا 2A قلوا عندي نقطة مثلا هنا أريد أسميها Z إن ZF1 زائد ZF2 أيضا 2A إذن الجميل في هذا السؤال بأن الـ HF1 والـ HF2 كلاهما هي 2A والـ KF1 زائد الـ KF2 هو أيضا 2A إذن رح يصير 2A زائد 2A تساوي 12 الأربعة A تساوي 12 يعني معناها الأي تساوي 3 اللافت في هذا السؤال بأن الأفوان F2 في سؤال التمارين العاشر كان أحد أضلاع المثلث وكان الأفوان F2 يمثل 2C ولكن في الشكل الرباعي الأفوان F2 ليس أحد الأضلاع إذن الـ A صار عندي 3 الـ C صار عندي جذر 3 العلاقة الأساسية أي تربيع يساوي B تربيع زائد C تربيع عوض التعويض مباشر الـ B تربيع طلعه 6 اكتبت قانون القطع الناقص إذا كان بؤرتين على محور السينات ويعوض التعويض مباشر إذن هذا ما يقص السؤال الأول طبعا هنا طلابنا اللي موضمن الدورات الألكترونية يمكنهم التواصل أما عن طريق قناتي على التليجرام أو قناة اليوتيوب ومشاهدة كل ما يمكن تصويره أو المراسلة على صفحة الشخصية أو المعرف الشخصي على التليجرام على المعرفات الموجودة أمامهم قبل ما أنتقل إلى السؤال الآخر أستقبل أسئلتكم وإذا أكو أي مداخلة أستمع لكم نعم علي حيدر إذا أكو سؤال إذا أكو أي سؤال الأمور واضحة إن شاء الله نعم خطاب أستاذ هذا الشكل الرباعي أقرأ من أني صار لليمين وإن أنتجه أقرب الساعة الشكل الرباعي أقرأ أما باتجاه أقرب الساعة أو عكس اتجاه أقرب الساعة يعني ينقري HF1 KF2 في هذه السورة وينقري HF2 KF1 ممكن لكن ممنوع أقرأ مثلا HF1 F2 K ممنوع إذا لاز أما يكون القراءة باتجاه أقرب الساعة أو عكس اتجاه أقرب الساعة نعم بان ما هو سؤالك مال شنو أنه عوضنا الزبال HF1 KF2 بابا تعريف القطع الناقص أول معلومة أخذناها بالقطع الناقص مجموعة نقط بالمستوي التي يكون مجموعة بعديها عن البؤرتين 2A يعني هس هنا إذا اروح إلى الملزمة هذه هنا موجودة أمامكم ورح أحاول أروح إلى بدايات القطع الناقص يعني أول شيء أخذناه بالقطع الناقص والتعريف اللي يجانب القطع الناقص نعم إذن هنا القطع هس هذا كل القطع الزائد F1 إذن رح نجي نشوف التعريف اللي أخذنا قلنا عليه مجموعة نقط في المستوي التي يكون مجموعة بعديها عن نقطتين معلومتين تسمى البؤرتين عددا حقيقيا ثابتا 2A ومنعرفنا القطع الناقص باستخدام التعريف استخدمنا هذا الأسلوب ومنطينا الحالات الصنعش بالقطع الناقص إذن هنا هذا القطع الناقص أول ما بدينا بالقطع الناقص كان عندنا التعريف هو هذا إذن قطع ناقص مركزه ونقطة الأصل بؤرتاه ورأساه يقعان على أحد المحورين والقطب يعني يقعان على المحور الآخر من النقطة هذه سميناها Q قلنا Q F1 زائد Q F2 يساوي 2A هذا قانون عام أي قطع ناقص من آخذ نقطة لا على التعيين أسميها Q أسميها P أسميها Z إذن هنا رح يكون بعدها عن البؤرة الأولى زائد بعدها عن البؤرة الثانية 2A إذن ال H زائد HF2 هو يمثل 2A حسب تعريف القطع الناقص وال K F1 زائد KF2 أيضا يمثل 2A أيضا حسب تعريف القطع الناقص لذلك صار عندي 2A زائد 2A صار عندي 4A وهو نعطيني محيط الشكل الرباعي ساوي 12 نعم نبق السلام عليكم السلام 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 هل نمطر الشكل يعني المثلث الرباعي ممكن هنا رح يجيني هسا بعد شوية رح يجيني مستطيل مرة يقول لي مساحة مرة يقول لي محيط وأيضا رح يجيني بالأسئلة الإثرائية رح ناخدها في نهاية القطوع المخروطي عموما رح يقول لي مساحة المثلث إذا كان محيط المثلث مجموعة طوال أضاعه الثلاث فإن مساحة المثلث هو نصف القاعدة في الارتفاع إذن هنا كل الأسئلة أو أغلب الأسئلة المخصصة لكم لهذا اليوم تعتمد على الرسم من أجل حلها إذن خلي أشوف المثال الآخر جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرته موجب أو سالب أربعة صفر جيد والنقطتان أتشوكي تنتميان إليه نفس الشيء قال أتشوكي لكن القراءة اختلفت شوفوا هنا قبل شوية قال لي شكل رباعي هسه خصص قال لي مستطيل قبل شوية قال لي محيط هسه قال لي مساحة وقبل شوية كان أتش أفوان كي أفتو هسه لا هذا أتش كي أفوان أفتو يعني وصلتني رسالة بأن الأتش والكي لو ثنين هم فوق المحور لو أتنين هم جو المحور لأن بالقراءة جتي وحدة بصف اللغ إذن هنا السؤال أيضا في ملزمة المتميزين find the equation of an ellipse whose pose are positive or negative for zero and the point HK belonging to it so that the area of a rectangle إذن هنا ذاك اليوم كانت ري أنجل اللي هو المثلث تس هنا ري أنجل اللي هو المستطيل equal 48 area yunice وحدة مربعة إذن شلون رح أجي أتعامل ويا هذا السؤال وهذا المستوي الإحداثي رسمت القطع الناقص اللي هو أفقي ورح أجي أثبت البؤرة TN أفوان اللي هي 4-0 والأفتو هي سالب 4-0 شوفوا الـ H والكي وين خليتهم حسب القراءة العندي إذن الطالب اللي ما رح يعرف يجاوب على المثال الأول أو المثال الثاني لأن رح يتيه بالقراءة المثال الأول إذا خليت الـ H والكي اثنين هم فوق ما رح تنقري HF1 KF2 بالمثال الثاني الحالي اللي موجود أمامكم إذا خليت مثلا الـ H فوق والكي جو ما رح تنقري H KF1 F2 إذن أنتبه على القراءة اللي ناطنيها بالسؤال على موت أعرف الـ H والكي وين مكانهم بالضبط إذن رح أوصل بياناتهم صار عندي هذا المستطيل ناطين المعلومات يقول للبؤرتين موجب سالب 4-0 إذن السهناء هذا الكي F2 رح يجيني بعد شوي إذن ما طول ده يقول لي هنا موجب سالب 4-0 أنا مباشرة رح أقول لي رح أستنتج بأن السي تساوي 4 وبعد ورح أقول البؤرة تنتمي إلى XX إذن هذه المعلومة المعلومة الأولى مساحة المستطيل يساوي 48 من أريد أسألكم على مساحة المستطيل السؤال موجه لكم ما هو قانون مساحة المستطيل إذن قبل شوية محيط الشكل الرباعي قلنا مجموعة أطول الضعي الأربعة ما هو قانون مساحة المستطيل شنو رأيكم نعم محمد جواد نعم السيد الطول في العرب الطول في العرب إذن هنا رح أقول بصورة عامة حاصل ضرب بعديه إذن هنا مساحة المستطيل رح أقول حاصل ضرب بعديه إذن هنا يعني معناها الطول في العروض مثل ما تفضل محمد يبقى هنا ليش أحاول أبتعد عن كلمة طول وعروض صحيح طول في العروض صحيح جدا لكن أيهما طول وأيهما عروض الساعة الرسم مات افتراضي إذن مساحة المستطيل ناطنيها 48 هذه ناطنيها 48 يساوي الطول والعروض الطول ربما يكون الـ H K وربما يكون الـ F 1 F 2 كيفكم تختارون هذه أو هذه كلاهما صحيحة العرض ممكن أقول K F 1 وممكن أقول H F 2 كلاهما صحيحة إذن إذن سأقول الطول هذا الطول سأسمي F 1 F 2 و العرض سأقول K F 1 هذا مثل 2 الذي هو البعد بين البقرات يعني معناها سيصير عند 48 يساوي 2 C مضروبة في K F 1 الخبر السعيد بأن C معلوم عندي يساوي 4 2 في 4 8 إذن معناها رح يصير عندي يؤدي إلى 48 يساوي 8 K F 1 إذن واضح جدا بأن K F 1 يساوي 48 على 8 اللي هو 6 إذن صار عندي K F 1 هو 6 وهو نفس H F 2 إذن هنا الطلاب رح ينقسمون إلى ثلاثة أقسام الأفوان منه الأفوان هي 4 0 وال F 2 منه هي سالب 4 0 من هم أولئك الأقسام الثلاثة أنا راح أحل على قسم واحد وإنتوا راح أتركه واجب عليكم تحلوه بعد بطريقيا القسم الأول يقول إحنا أخذنا ملاحظة درس الماضي تقول إذا مر القطع الناقص في نقطة فإنها تحقق معادلته فرح يقول المسافة منا إلى هنا أربعة والمسافة منا إلى هنا ستة إذن راح أستنتج إحداثي نقطة كي هي أربعة ستة إذن أعتبر سؤال جديد أعتبر جد معادلة القطع الناقص المار بالنقطة أربعة ستة وبؤرته موجب سالب أربعة سفر إذن راح أكتب قانون السيناء أعوض بمكان الأكس والواي أضرب في أي تربيع بي تربيع راح أصير معادلة رقم واحد العلاقة الأساسية أي تربيع يساوي بي تربيع أعزاء السي تربيع معادلة رقم اثنياً ورما عوض السي أربعة وبعد ينا عوض اثنياً في واحد ويطلع الجواب إذن ذولي القسم الأول من الطلاب اللي راح أعتبره واجب عليكم هذا الخيار القسم الثاني يقول تعريف القطع الناقص اللي سؤلفنا قبل شوية وأكدنا هو مجموعة نقط في المستوي التي يكون مجموعة بعديها عن نقطتين معلومتين تسمى البؤرتين عدداً حقيقياً ثابتاً توي يعني معناها يقول إذا كان الكي أفواني عرفتها ستة إذا قدرت أستخرج قيمة الكي أفتو إيش قد راح تطلع عندي أضيف هوية ستة أجمعهم ذول الثانيانات وميطلعون توي حسب تعريف القطع الناقص زيان هذه الكي أفتو شلون أحصلها القصب الثاني من الطلاب يقولون راح نطبق قانون المسافة قانون المسافة بين الكي أربعة ستة وبين الأفتو سالب أربعة صفر أطبق قانون المسافة راح تطلع عندي الكي أفتو اللي هي راح تطلع عشرة إذن راح أقول التو أي من هو؟ التو أي يساوي عشرة زاء الستة يعني التو أي ستة عش يعني معناها الأي تساوي ثمانية صار عندي الأي معلوم السي معلوم أحسب البي وأكتب المعادلة هذا القسم الثاني القسم الثالث يقول لا أنا هذه مجدتي على بالي بأن أستنتجها النقطة أربعة ستة مجدتي على بالي أقول له ولا يهمك ما طول مستطيل من خواص المستطيل بأن زواياه الأربعة قوائم من خواص المستطيل زواياه الأربعة قوائم وهذا القطر الأحمر كي أفتو قسم للمستطيل إلى مثلثين قائمين وكل مثلث قائم أقدر أطبق عليه مبارهنة في داغورس يعني ش راح يصر عندي في داغورس شي يقول لي كي أفتو تربيع مربع الوتار يساوي مجموع مربعي ضلعين القائمين اللي هو كي أفوان تربيع زائد شنو زائد أفوان أفتو تربيع إذن معناها راح يصير عندي كي أفتو تربيع يساوي الكي أفوان حسبته ستة تربيع ستة وثلاثين الأفوان أفتو هذا يمثل البعد بين البعدة توسي إذا السي أربعة في ثنين ثمانية تربيع راح يصير عندي أربعة وستين يعني معناها راح يصير عندي كي أفتو تربيع هذا يساوي مية إذن معناها الكي أفتو يساوي عشرة ما طول استخرجة الكي أفتو يساوي عشرة حسب تعريف القطع الناقص إذن إيش راح يصير عندي راح يصير تو أي تساوي عشرة زائد ستة يعني معناها راح يصير عندي التو أي تساوي ستة عشر يعني معناها الأي تساوي ثمانية صار عندي الأي معلوم السي معلوم العلاقة الأساسية اللي هي أي تربيع يساوي في تربيع زائد السي تربيع يعني معناها أربعة وستين تساوي بي تربيع زائد ستة عشر إذن معناها البي تربيع تساوي ثمانية واربعين أكتب قانون الأكس الصينات الأكس تربيع على أي تربيع اللي هو أربعة وستين زائد واي تربيع على ثمانية واربعين اللي هو بي تربيع يساوي واحد إذن هذه راح أقول عليها معادلة القطع الناقص. او اقول هنا. اذا ما يقص الاحتمالات الثلاثة لحل هذا السؤال. وايضا هنا باب النقاش مفتوح اذا عدكم اي سؤال تفضل. استاذ احنا 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 بالنسبة لهذا السؤال مو شرط ولكن الاطلاع على تلات طرق مهم لان احيانا تجي اسئلة يكون طريق اسأل من طريق. فضروري بان تطلع على الطرق التلاثة بصير عندها قابلية على الحل بالطرق الثلاثة. لذلك قلت لك الطريقتين الاولى والثانية اريدك واجب عليك. نعم وسام اذا عندك سؤال. اذا هذا ما يخص المثال الثاني وان شاء الله تكون فكرته واضحة. وقلت لكم بعد ما تنتهي المحاضرة تريد انت تاخد صورة للشاشة. اخو ورا ما تنتهي المحاضرة اكتب السؤال واحدة. وحاول تحل وبعدها ندقق ويا الناتج النهائي. وخلي الروح الى مثال اخر. ايضا رح يتحدث عن مستطيل. ولكنه هالمرة يقول لي محيط المستطيل. محيط المستطيل هو ايضا مجموعة طوال اضلاعه الاربعة. صحيح. ولكن لانه مستطيل كل ضلعين متقابلين. متوازيين ومتطابقين. لذلك هنا القانون الخاص المستطيل هو الطول زائد العرض في اثنين. زيان. اش داي يقول لي هذا السؤال. جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل. احنا كل القطوع الناقصة ضمن منهجنا. رأسه نقطة الاصل حاليا. بؤرتاه موجب سالب اثنين صفر. الطاني البؤرتين. وكانت الافوان منتصف الاي بي. اذا هذه معلومة جديدة. والافتو هي منتصف السي دي. وكان محيط المستطيل. اي بي سي دي. يساوي عشرين واحدة. زيان. هساني الافوان افتو. اعرفها هذه تمثل التوسين. ولكن من خلال الدقة في النظر. راح اقول ما طول هذا مستطيل. اكيد ان الافوان افتو تساوي بطول الاي دي. وتساوي بطول السي بي. نفس الطول. هذا مستطيل عندي. زيان. محيط المستطيل هو الطول زائد العرض في اثنين. فاذا اردت اعتبر هذا الطول جدلا. وهذا العرض في اثنين. زيان. المحيط عندي. الطول عندي. اللي هو توسي لان السي يساوي اثنين. راح اجي استخرج العرض. ركزوا اياي. قبل ما شوف الحل امامك. راح اطبق قانون محيط المستطيل. ورح اجي استخرج العرض. العرض هو هذا. هذا كله. اش قدر هيطلع العرض. مثلا طلع عشرة. مثلا. زيان. القطع الناقص شكل متناظر. اذا عشرة يعني معناه هذا من فوق خمسة من جوة خمسة. اذا طلع اثن عش يعني معناه ستة بستة. اذا طلع اربع وطع عش معناها سبعة بسبعة. زيان. اذا طلع ستة معناها ثلاثة بثلاثة. فاذا كان هذا معلوم وهذا معلوم. ايضا نفس الفكرة ما القبل شوية. راح اطبق في ذا غرس. حتى استخرج الاي اف تو. حتى اجمع الاي اف اف وان. ذا ادل اي اف تو. اي. صار عندي الاي معلوم. والسي معلوم. اذا هنا العلاقة الرئيسية. استخرج قيمة بي. وممكن ورما استخرج الاي اف وان. اقدر استنتج احداثي نقطة اي. وراح يصير نفس الاحتمالات التلاثة ما قبل شوية. حتى لا يصير عندك ملل. الصورة موجودة امامك. السؤال موجود امامك. وايضا هنا السؤال بالنسبة للمتميزين موجود امامكم. فهنا هنا كلمة مدل يعني معناها وسط يعني معناها منتصف. اذا هنا اريد اطيق مجال فالدقيقتين او ثلاث دقائق لا بأس. اريدك ترسم هذا الرسم. وتحل باحدة الطرق اللي صلفنا عليه السؤال. وبعدين راح تشوف اسلوب الحل اللي موجود تحت المستطيلات. يعني هنا اؤكد على امر مهم جدا. دير بالك ترى الاي بي لا تساوي المحور الصغير. لا تساوي ليش? لان شوف الاي دي وان ديوصل ديوصل الى هنا. هذا ديوصل الى هنا. المحور الصغير بعد وياهاي قطعتين الزغار. اذا معناها طول القطعة المستقيمة اي بي لا تساوي طول المحور الصغير نهائيا. اذا هنا فكرة الحال. لديكم فرصة بان تحلون. وخلينا ندقق الحل مالتكم. اذا محيط المستطيل هو ضعف. الطول زاد العرض. يعني معناها اثنيا. في الطول زاد العرض. من هو الطول? من هو العرض? احدهما الاي دي والاخر الاي بي. اذا معناها الاي دي هو نفس الاف وان اف تو اللي هو اربعة. ازيان. اذا عشرين تساوي. المحيط. عشرين يساوي اثنيا في الطول زاد العرض. السياه منهم طول ياه منهم عرض. ما يهمني السياه من خلال الرسم. ترى الاي بي هو الطول والاي دي هو العرض. المهم ضعف مجموع بعدي. اذا الاي دي زاد الاي بي. سيجي طالب يقول انا ما اريد الاكتب الاي بي. اريد اكتب الاي بي. ماكو مشكلة. زيان. الاي دي حسبناها اربعة. اللي هي نفس الاف وان اف تو. ورما قسمت على اثنيا. اذا معناها رح يصير العشرة تساوي اربعة زائد اي بي. اذا طول الاي بي كاملا يساوي ستة. ولان القطع الناقص متناظر حول محور السينات ومحور الصادات. فهنا الاي بي ما طول ستة. اذا رح يتقسم الى قسميا رح يكون ثلاثة بثلاثة. اذا هسة انا عندي ذي ثلاث طرق اللي يسالفتها قبل شوية. اريد استنتج احداثي نقطة اي اقول عليها اثنين ثلاثة واسوي الشغلتين ما القبل شوية. اريد لا نفس العملية رح اطبق في داغورس. مربع الوتر يساوي مجموع مربع اي اضلعين القائمين. صبقت في داغورس. طلع الاي اف تو يساوي خمسة. اذا صار عندي هذا خمسة. وصار عندي هذا ثلاثة. اذا والبعد بين البورتين هو اربعة. السبعد ما يحتاجه. حسب تعريف القطع الناقص. اي اف وان زائد اي اف تو يساوي تو اي. اذا التو اي تساوي ثمانية. الاي تساوي اربعة. عند الاي معلومة. وعند السي معلومة. اذا العلاقة الرئيسية السي هنا تساوي ثمين. اذا معناها الاي تربيع تساوي بي تربيع زائد سي تربيع. البي تربيع طلعت اثناش. وبعدين كتبت المعادلة. اللي هي اكس تربيع على ستعاش. زائد واي تربيع على اثناش يساوي واحد. واذا عدكم اي مداخلة على حل هذا السؤال. طبعا هذه الاسئلة دا اطرحها لكم. دا اريد ادوقكم بها. كل هذه الاسئلة هي افكار منهجية وان لم ترد في الكتاب بشكل صريح. ولكن اه محيط المستطيل ما اخذي بالابتدائية. مساحة المستطيل ما اخذي بالابتدائية. مبرهنة في دا غورس ما اخذيها اذا مو بالابتدائية من المتوسطة. يعني معناها كل الافكار دارت فيها سابقا. اذا ارادت تجي بالوزاري مراح اقدر اقول للواضع لسؤال انت جايبنا سؤال خارجي لان القوانين كلها مطروقة سابقا ليت مهنت اذا عندك سؤال. استاذ انا حليت طلعني نفس انها تجي بس بغير طريقة يعني قلت عشرين تساوي اي بي اي دي زائد اي بي في اثنين. اي. فطلعت عشرين تساوي ثمانية زائد تو اي بي. والاي بي طلع عندي اربعة. الاي بي طلع اربعة? اي استاذ. بس نازل بالاخر. يعني ما قلت عشرين تساوي اثمانية زائد تو اي بي. اي استاذ. اوكي راح اجي ياك. يعني هسة انت قلت عشرين تساوي. اثمانية زائد شنو? زائد تو اي بي. بوش حاتش. نقال اثمانية هناك صار. اي. شو صير? هام اي صار? صار اثناعش. اصير اثناعش تساوي تو اي بي. اذا معناها الاي بي راح يصير ستة. ستة اي. مطرح عملية التحويل اعتقد صار عندك خطأ في عملية التحويل. زي. اه نعم اذا اكون اه سؤال اخر. نبأ. الرافعين يديهم بابا. اذا معكم سؤال نزلوا يديكم. نبأ ما هذا ما يقص المثال الثالث. استمرين اياكم. والروح الى امثلة اخرى. ولكن هنا قبل ما اروح لهذا المثال اريد اطيقكم اه ملاحظة. تأكيد موجود لكم بالملزمة. يمكن استنتاج نقطة اي في السؤال السابق. اثنين ثلاثة احتيتها قبل شوية ثم تعويضها بالمعادلة العامة للقطع الناقص دون الحاجة الى استخدام في دور. التأكيد الثاني. العام الماضي العام القبله. كانت توصلنا هواية رسائل من الطلاب. لكن نفس السؤال يطنى يا بس ما يقولون المحيط عشرين. يقولون المحيط اربعة وعشرين. اذا كان المحيط اربعة وعشرين. النتائج راح تكون مجعمرة. يعني هنا اذا تريد تجربها. بحيث الاي تربيع راح يصير عندي اطنعة زائد اثمانية جد الاثنين. والبي تربيع راح تطلع اثمانية زائد اثمانية جد اثنين. طبعا بالوزاري مستفعد جدا بان يجيبوا لكم السؤال وفي هذه النتائج دمجعمرة. فهنا النتائج تكون طبيعية جدا ان شاء الله. اذا هذا ما يقص المثال الثالث وننتقل الى المثال الرابع. وهذا المثال يعتمد على التفسير الدقيق. شون تحول السؤال من التعبير اللفظي الى الرموز. ليكن جي واف بؤرتان لقطع ناقص محوره الاكبر على محور الصادات. يعني معناها وصلتني رسالة. يقول البؤرتين على محور الصادات. معطودة يقول لي البؤرتين المحور الاكبر على محور الصادات. يعني البؤرتين على محور الصادات. يقول هذه البؤرتين. ما ريدك اسميها افوان و افتو. واضع السؤال بكيفه. يقول اريدك اسميها افواجي. اقول له صاد. اي من نقاطه. ربما اهنا. ربما اهنا. ربما اهنا. ربما اهنا. باي مكان. يقول لي اي هي نقطة من نقاطه. اقول له مو عندي ما لا نهاية من الاحتمالات. الطيني فتشيب ادق يعني على موت اقلص الاحتمالات. يقول لي ولا يهمك. وليكن اي دي يمثل ارتفاع المثلث اي جي اف. اقول له بعض المشكلة قائمة. يعني اذا كانت الاي هنا ووصلت ويال البؤرتين فالارتفاع ممكن يسوي. ماكو مشكلة. اقول له ايضا توجد ما لا نهاية من الاحتمالات. يقول لي صبر لي. حيث ان الاي جي يساوي الاي اف. اقول وفيت ووفيت. من قل لي اي جي تساوي اي اف. يعني استنتجت. بانه صار عندي مثلث متساوي الساقين. فلابد ان تكون الاي تمثل القطب في هذا القطع النقص. في حين لو كانت الاي هنا. فراح يكون بعدها عن البؤرة الاولى اصغر من بعدها عن البؤرة ثانية. لو كانت الاي هنا. راح تصير بعدها عن البؤرة الاولى اكبر من بعدها عن البؤرة الثانية. اذا متى يكون بعدها عن البؤرتين متساوي الا اذا كانت القطب. جيد. وليكن محيط هذا المثلث يساوي ستة وثلاثين. محيط المثلث يساوي ستة وثلاثين. اذا نرجعنا الى فكرة السؤال العاشر ما تمارين. محيط المثلث يساوي مجموع اطوال اضلاعه الثلاث. زيان منه اضلاعه ثلاث. الاي افوان ضلع. عفوان الاي اف هو ضلع. والاي جي هو ضلع. والاف جي هذا ضلع. حسب تعريف القطع الناقص. الاي اف زائد الاي جي يساوي تو اي. والاف جي هذا يساوي تو سي. مزيان. اش راح يصير عندي? راح يصير عندي التو اي زائد التو سي يساوي ستة وثلاثين. من اجي اقسم على اثنيا. يعني راح يصير عندي الاي زائد السي تساوي ثمنتعش. بالتمارين كانت الامور طيبة. ليش? لان البؤرتين ناطنيها بالسؤال. يعني السي معلومة. واذا كانت السي معلومة خو باعوضها استخرج قيمة اي. صار الاي معلومة. السي معلومة. احسب البي واكتب المعادلة. لكن هنا لا الامور مو طيبة. بعدها قل له كمل شو الامور مثل اللاصة. يقول لي تتذرني. كمل قراءة السؤال. فاذا كان. الاي دي يساوي ثلاثة اثمان الاف جي. زين. هذا الاي دي شي يمثل. هذا الاي دي يمثل البي. مو? والاف جي يمثل الاثنين سي. اذا معناها كأنه دي يقول لي البي يساوي ثلاثة اثمان الاثنين سي. اذا من راح اجي اختصر. وراح تطلع البي بدلالة سي. زين. اذا هنا مرة الاي بدلالة سي. ومر البي بدلالة سي. شا سوي السي هنا. لذلك هذا السؤال لا يخلو من جمال فائق. السؤال باللغة الانجليزية هذا موجود امامكم. وموجود بالنسبة لملزمة المتميزين. اذا راح احاول احلل السؤال فقرة فقرة. الفقرة الاولى من دي يقول لي محيط المثلث يساوي ستة وثلاثين. انا راح اقول له محيط المثلث مجموح اطوال اضلاعي الثلاث. متفقين عليها. اذا الاي اف زائد الاي جي هذا يمثل التو اي. والاف جي هذا يمثل التو سي يعني معناها اثنين اي زائد اثنين سي يساوي ستة وثلاثين. معناها اي زائد سي يساوي ثمنتعاش. اذا هذه المعلومة الاولى خلصت من اعتها. جزيلا. المعلومة الثانية. ده يقول لي الاي دي يساوي ثلاثة اثمان الاف جي. الاي دي اتفقنا عليها بي. يساوي ثلاثة على ثمانية في اثنين ثمانية اختصرتها. يعني معناها رح يصير عندي البي تساوي ثلاثة ارباع السي. زيان. هس لا هنا عندي بي حتى اعوضها. ما اقدر اعوض اثنين في واحد. اذا اعوض اثنين في واحد يبقى المشكلة نفسها. اذا معناها الجميل في هذا السؤال. ومن اقول لك الجميل. يعني تقول لي معناها ما جاي بالوزاري. لا. اكو فكرة بالوزاري سنة من السنين جدي ورح نطرح ان شاء الله بالايام الجاية. ايضا احتاج ثلاثة معادلات. معادلتين ما تكفيني. اذا صار عندي الاي بدلالة السي مرة. والبي بدلالة السي مرة اخرى. من رح اكتب العلاقة الاساسية. اي تربيع يساوي بي تربيع زاء السي تربيع. رح اعوض كل شيء مكانه. مكان الاي عوضت ثمنتعاش ناقص سي والتربيع نزلت. مكان البي عوضت ثلاثة على اربعة سي وربعة صارت تسعة على ستعة سي تربيع. وزاء سي تربيع مكانها. مزيلا. بعد ايش رح يصير عندي. تسعة على ستعة سي تربيع زاء سي تربيع. هذه اقدر اعتبرها ستعاش على ستعاش. حتى تكون المقامات موحدة. يعني رح اصير عندي خمسة وعشرين على ستعة سي تربيع. في جذر الطرفين. حتى لا اروح الى مربع حداني يسوي لمشاكل. يعني رح يصير ثمنتعاش ناقص سي يساوي. موجب او سالب اربعة. خمسة على اربعة سي. طبعا مرة رح اخذ الموجب. ومن رح اخذ السالب. اذا طلع لي الاي او البي او السي سالب. اقول عليه يهمل. واطلع لي الموجب امال شي. رح اضرب المعادلة كلها في اربعة. مرة ااخد الموجب خمسة سي. ومرة ااخد السالب خمسة سي. من اضربتها في اربعة. اربعة في ثمنتعاش هذا اثنين وسبعين. اربعة تنضرب بسي صار اربعة سي. الاربعة من ان ضربت في خمسة على اربعة. بقى عندي فقط خمسة. مرة اخذت الموجب. سالب اربعة سي. احول هناك رح اصير الاربعة سي. وهي الخمسة تسعة سي. تساوي اثنين وسبعين. يعني معناها السي تساوي ثمانية. وبالاحتمال الاخر السي رح تطلع سالب اثنين وسبعين تهمل. اذا كانت السي تساوي ثمانية. رح اعوض هنا استخرج قيمة اي عشرة. ورح اعوض هنا. رح استخرج قيمة بي ستة. صار عندي الاي والبي معلومة. البؤرة تقع على محور الصادات. اذا اكتبت قانون اه الواي تربيع على اي تربيع. زائد اكس تربيع على بي تربيع يساوي واحد. هذه هي معادلة القطع الناقص. اه اذا مثل ما قلت لكم. اه السؤال اه لا يخلو من افكار مركزة. وسؤال مهم جدا. انتم من تعلمون نفسكم ان تحلون هيش نوع من الاسئلة. اه بعد ابد ما اخاف عليكم. ونقدر نقول هذا السؤال يحمل مجموعة من الجن. ازين. اذا اعدكم اي سؤال على اي جني موجود في هذا السؤال. الجن كلهم قاعدين يميه السؤال. وده ينتظرون اسئلكم. استهالي مختصر على هذا السؤال. نخلينا مجموعة. نعم. جيد. اذا هنا مثل ما ده يقول علي. يقول انت لازم تصير عندك قابلية بان المعادلات شلون راح تصيغها. اذا هنا شلون يعني. يقول انت اذا قلت في هذا السؤال قلت السي تساوي 18 ناقص اي. فصعبة راح تجي تعوض بالعلاقة الاساسية. العلاقة الاساسية من تجي تعوض السي بدلالة اي. وتعوض البي بدلالة السي. والاي يبقى معلوم. يبقى على وضعهم. راح يبقى مجهوديا. فهنا كأنه ده يقول لكم. شنو الحرف الموجود بالمعادلة رقم واحد والمعادلة رقم اثنيا. من الحرف المشترك هو السي. اذا اجعل الواحد بدلالة السي. اجعل الاي بدلالة السي. واجعل البي بدلالة السي. على موض من اعوضها بالعلاقة الاساسية. راح يصير عندي مجهول واحد فقط السي. وبمجرد استخراجه. ورح مباشرة احسب الاي والبي. شكرا لك. نعم اذا اكو اي مداخلة. اخو موضشتوا من الجن. قلش يسرمون عليكم. ازيان. اذا نروح الى جني اخر. قطعان الناقصان مركزهما نقطة الاصل. وكل منهما يمر ببؤرة الاخر. فاذا كانت معادلة احدهما. اكس تربيع على خمسة وعشرين. زائد واي تربيع على تسعة يساوي واحد. جد معادلة الاخر. والسؤال باللغة الانجليزية مثل ما موجود امامكم. اذا اشلون اجي احسب معادلة الاخر. ايضا هنا نؤكد مرة ثانية. طلبتنا الاعزاء. يمكنهم الاشتراك على قناتي على التليجرام. حسب المعرف الموجود امامكم. والتواصل برسائل خاصة على المعرف الاول. وكذلك هنا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب. لحد هذه اللحظة فيها 1385 مقطع فيديوي مصور. اذا ا شلون اجي ارسم السؤال. فهم السؤال نصف الاجابة. القطع الناقص. المعلوم اكس تربيع على خمسة وعشرين زائد واي تربيع على تسعة يساوي واحد هو القطع الاحمر. اذا هذا القطع الاحمر هو المعلوم. زين. شا تريد. يقول لي اريد معادلة قطع الناقص. اصفر. بحيث ان كل منهما يمر ببؤرة الاخر. زين. لسا راح يجيني طالب. يقول بالله نفرض بان الاحمر هو هذا. زين. ويقول الاصفر. اذا كان بهذه الصورة. اذا مت بينا راح اخير اللون على موضة صورة تكون اوضح. خل نقول الاخضر اذا كان بهذه الصورة. اذا كان ببطنة. وكانت هذه النقطة هي بؤرة الاحمر. ودنشوف الاخضر دا يمر ببؤرة الاحمر. زين هو مو دا يقول لي يمر ببؤرة الاخر. اقول لك لا. مو دا يقول لي احدهما يمر ببؤرة الاخر. اللغة العربية مهمة جدا. يقول لي كل منهما يمر ببؤرة الاخر. يعني لازم الاخضر يمر ببؤرة الاحمر. والاحمر يمر ببؤرة الاخضر. فاذا كان اثنيناتهم افقية. ففقط الاخضر يمر ببؤرة الاحمر. ولكن الاحمر مده يمر ببؤرة الاحضر. لذلك الهالسبب. يعني معناها القطعين. لازم واحد يكون سيني. والاخر لازم يكون صادي. زين. اريدك تنتبه على الرسم. بالنسبة للاحمر. الاي تربيع يساوي خمسة وعشرين. البي تربيع يساوي تسعة. السي تربيع يساوي ستة عشر. يعني معناها السي تساوي اربعة. يعني معناها البؤرتين. ما الاحمر هو موجب سالب اربعة صفر. رأسيه موجب سالب خمسة صفر. قطبيه صفر موجب سالب ثلاثة. هذا الاحمر. زين. الاصفر حتى يمر ببؤرة الاحمر. والاحمر يمر ببؤرة الاصفر. اذا لابد من خلال الرسم. اذا هذه طريقة استنتاجية. لابد ان السي للاحمر هي نفسها البي للاصفر. ولا بد ان السي للاصفر هي بي للاحمر. الا بها الحالة فقط. يلا يصير كل منهما يمر ببؤرة الاخر. اذا وبما ان القطعين كل منهما يمر ببؤرة الاخر. فلا بد ان القطع الاخر. بؤرتين تقعان على المحور الصادي. وان بؤرتين اي منهما. هما قطبي الاخر. فيكون. البؤرتين ما القطع الاخر. هي نفسها القطبين ما القطع الاول. شوف. والقطبين ما القطع الآخر هي نفس البؤرتين ما نقطع الأول إذن الآخر صار عندي السي ماتة ثلاثة البي ماتة أربعة حلال مشاكل العلاقة الأساسية إذن الأي تربيع يساوي خمسة وعشرين وبعدين اكتبت المعادلة ماتة أيضا هنا السؤال لا يخلو من جني حديث الولادة وإذا عدكم أي سؤال للجن أيضا بانتظاركم طالد نعم ليش الرئيس يعني كتبناه يعني هو اجدخل للصرفة كلها يعني هنا يعني بالنسبة للرئيس ما الاثنياناتهم اي اي يعني هنا بتأثر بالحال ما بتأثر لا مؤاني إذا الأي ما حسبتها شون حسب السي اي صح لا بس كتبنا إحداثياتها بس الإحداثيات موفد مشكلة لكن هنا أنا لازم أقول الأي تربيع تساوي خمسة وعشرين الأي تساوي خمسة ولكن رسم الإحداثيات موفد مشكلة لكن حتى يكون رسم كامل للقطع الناقص أنا اللي همني البي يساوي سي والسي يساوي بي للأحمر والأصفر شكرا نعم بعد إذاك سؤال سؤال الجنة هذا سؤال حباب ها هو الجني إن شاء الله يالله تدللون الجني يسلمون عليكم ويقلون يدللون في أي وقت الأسئلة متاحة هذا الجني وزاري عام 2014 تمهيدي وتكرر أعتقد عام 2017 2018 وهنا دائما هنا الحجاية العامية العراقيين من واحد يكلفك شغلة تقول له جسر للطيبين إذن هنا واضح السؤال الوزاري بالـ 2014 كان جسر للطيبين طلاب السادس العلميين قلهم جسر على شكل نصف قطع ناقص المسافة بين نهايتين قاعدته 24 متر وارتفاعه 9 متر جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد عن بدايته 6 متر إذن إذا هذا السؤال بالنسبة للمدارس المتميزين half ellipse bridge إذن جسر على شكل نصف قطع ناقص ديكوه لي دابست بين the ends of its base 24 متر and its height 9 متر find the height of the bridge at the point it's four away about star 6 متر زين السؤال في حالة رسمه يكون واضح جدا تشوفون الجسر أمامكم هذا شنسميه جسر الجمهورية جسر الصرافية جماعة بغداد أكيد يعرفوهن زين البعد بين نهايته 24 متر زين هذا البعد بين نهايته هذا شنمثل هذا الجسر اللي موجود أمامكم شوية خلي نكبر الجسر اللي موجود تكون الصورة وهذا حالة جميع البعد بين نهايته 24 متر أكيد البعد بين نهايته الجسر تمثل التوئي لأن الجسر لابد أن يكون أفقي فأمو يكون الجسر عمودي هير السيارات توقع من فوق زين والمسافة بين نهايته 24 متر إذن واضح جدا هذه تمثل التوئي وأعلى نقطة في الجسر هي تسعة متر إذن هذه التسعة متر تمثل البي وليس التوبي ليش؟ لأن هذا نصف قطع ناقص جسر على شكل نصف قطع ناقص إذن من خلال المعلومتين اللي اطناها بالسؤال التوئي تساوي 24 يعني معناها الأي تساوي 12 والبي يساوي تسعة أكيد هذه النقطة هي أقل من تسعة هذه أقل من تسعة هذه أقل من تسعة وهكذا زيان شا تريد؟ يقول أريد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد عن بدايته ستة متر زيان ارتفاع الجسر أنا عندي ارتفاع الجسر الرئيسي هو تسعة هو ما يريد أعلى ارتفاع بالجسر هذا الأعلى ارتفاع هو تسعة يقول لي أريد ارتفاع الجسر في نقطة محددة التي تبعد عن بدايته ستة متر زيان إسه يهو بدايته إسه هذه بداية وهذه بداية يعني هنا اتعاركوا مثلا طرفيا طرف جانب الكرخ وجانب الرصافة جانب الكرخ يقولون الجسور بدايته يمنى ونهايته بالرصافة وأهل الرصافة يقولون لا الجسور بدايته يمنى ونهايته بالكرخ إجي هنا حالة والقضية على مدرس الرياضيات قالهم يا بله لا تتعاركون انتو خوان انت وين واقف يعتبر بداية الجسر يمك ونهاية الجسر بالجهة ثانية فأهل الكرخ يعتبرون بداية الجسر يمهم والنهاية يمنى الرصافة وأب الرصافة يعتبر بداية الجسر يمنى ونهاية يمنى خلاص انتهت المشكلة إذن هنا الصالحوا وبيناتهم وراحوا للمطعم وأكلوهم لفات ورجعوا لبيوتهم الزيال هس يقول لي النقطة التي تبعد عن بدايته ستة خلي نعتبر البداية هنا هذه اتمثل مركز القطع الناقص اللي هي صفر صفر هذه النقطة واحد صفر هذه اثنين صفر هذه ثلاثة صفر هذه اربعة صفر هذه خمسة صفر هذه ستة صفر هذه رح تكون سبعة صفر ثمانية صفر تسعة صفر عشرة صفر دعا صفر اثنعة صفر الاعتبار ان اي نقطة تقع على محور السينات اكس اكس يكون الواي مالة صفر زين يقول لي احسب من بدايته ستة اذا رح اجي احسب منها اقول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة زين وين وصلت وصلت الى النقطة ستة صفر اذا معناها يريد مني ارتفاع الجسر هذا الارتفاع شي يمثلي يمثل الواي الاكس مالة ستة ش رح اسوي هسة رح اكتب قانون معادلة القطع الناقص على محور السينات الاي عندي البي عندي الاكس عندي تعويض مباشر رح اجي استخرج الواي اذا هنا مباشرة رح اكتب هذا القانون طبل ما اكتب القانون رح اقول الـ 2 ا يساوي 12 او عفوا الـ 2 ا يساوي 24 اذا معناها رح اقول الـ ا تساوي 12 من خلال المعلومة اللي ناطينها بالسؤال و رح اقول البي تساوي 9 ايضا من خلال المعلومة اللي ناطينها بالسؤال من اجي اكتب قانون السينات اكس تربيع على اي تربيع زائد و تربيع على ب تربيع يساوي واحد شنو الاخبار السعيدة الـ اكس عندي 36 الـ اي عندي 12 تربيع 144 الـ و عندي 9 تربيع 81 أو عفوا آسف جدا الـ y مجهولة اذا هذا y تربيع الـ b عندي 9 تربيع 81 يساوي 1 36 36 36 بها 1 144 36 بها 4 يعني رح رح يصير عندي 1 على 4 زائد y تربيع على 81 يساوي 1 انا اش داريد من كل هذا الحاجي داريد الـ y الـ 1 على 4 يعبر الى الجهة الثانية يعني رح يصير y تربيع على 81 يساوي 1 ناقص ربع يعني معناها رح يصير y تربيع على 81 يساوي 3 على 4 توحيد مقامات رح ااخد جذر الطرفين على موض الارقام تكون اسهل رح اقول y على 9 يساوي جذر 3 على 2 طرفين يساوي وسطين يعني معناها 2 y تساوي 9 جذر 3 اذا معناها y يساوي 9 جذر 3 على 2 اذا هذا متر يمثل ارتفاع الجسر في تلك النقطة اذا دشوف التعويل سهل جدا والفكرة للسؤال اشلون اثبت النقاط هس اريد اسألكم سؤال والجواب على هذا السؤال هو الجنين زيان السؤال هو من يقول لي ارتفاع الجسر في النقطة التي تبعد عن بدايته 6 متر قلت هذه النقطة هي 6 و السؤال ماذا لو قال جد ارتفاع الجسر في النقطة التي تبعد عن بدايته 8 متر شرح يصير عندي جواب النقطة هنا اذا قل لك جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد عن بدايته 8 متر و 6 متر نقص 8 من 12 والباقي صار هو بعد عن مركز المحر نعم مؤمن شتقول النقطة شنو كان الست واي شصير اربع واي زين نور شتقولين استاذ هم نقص غشة تاني استاذ اذا هنا رح يصير احمد عبد الستار شتقول اربع واي اذا هنا بعضكم كتلهم الجني وبعضكم كتلة للجني اذا هذا السؤال من اجاب الوزاري قالهم 6 متر الطالب اللي فاهم الفكرة واللي ما فاهم هات اخذ ودرجة كاملة في حين لو قعي لثمانية متر شوف لثمانية متر رح اجي احسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية زين هذه النقطة شنو الارت مالت ما احدا احداث 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 اربعة اربعة اذا هذه النقطة ستصير عندي اربعة وي وليس ثمانية وي اذا احداث من لذلك ممكن من يتكرر السؤال مرة ثانية بالوزاري دير بالك اذا قل لك في النقطة التي تبعد اذا قل لك بدايتها او نهايتها نفس الشي السؤال الاي عندي اطنعش اذا قل تبعد عن بدايته ستة فاقول لك اطنعش ناقص ستة ستة يعني هذه ستة واي عن بدايته سبعة اقول لك اطنعش ناقص سبعة خمسة اذا معناها خمسة واي عن بدايته ثمانية اقول لك اطنعش ناقص ثمانية اربعة يعني اربعة واي هاي اذا قل عن بدايته اما اذا قل في النقطة التي تبعد عن مركزه قل لك ثمانية تبقيها ثمانية قل لك سبعة تبقيها سبعة اذا هذا ما يخص فكرة السؤال وموجود عدكم هنا بالملزمة السؤال اتكرر عام الفين وسبعة عشر ولكن ما قالوا جسر قالوا جدارية على شكل نصف قطع ناقص ونفس الارقام اللي جدي بالسؤال ونعطيكم الملاحظة اللي سولة فتهسة اذا هذا ما يخص سؤال الجسر واذا عدكم اي مداخلة قبل ما ننتقل الى سؤال اخ استاذ ما ممكن ان نقول انه هاي الستة راح تمثل الستة اللي هي راح تمثل البؤرة منو قال لك البؤرة ستة ما قال هو يعني يعني جوز البؤرة تكون ستة قبل يجوز بعدها لا بؤرة مو محددة لا لا في حال حد يعتبر يعتبر اذا انت حددت هذه بؤرة حتى لو كان بالصدفة هي بؤرة ما راح يطيق درجة كاملة يقول لك علي ازاز انت براضة يجي فممنوع حلها على هالأزاز ستة ستة نعم ستة انه شون النقطة شتة تبعد عن البداية شون عرف احنا باب وقلنا راح نجي نحسب حساب حساب الان لنمسو الكياه على شكل ورقة بيانية اذا هنا هذه الورقة البيانية ومسو الكياه هنا اثنعش مربع كل مربع يمثل وحدة طول واحدة اذا هنا من اريد اعدها النقاط حساب هذه صفر صفر واحد صفر اثنين صفر ثلاثة صفر اربعة صفر خمسة صفر ستة صفر فهذه الاحكس ما لاته ستة ما طول هذه ستة صفر اذا هذه ستة واحد ستة اثنين ستة ثلاثة منه داي تغير الواي اذا هذه النقطة ما اعرف اش قد انا اريد اعرف فسميت سميت ستة واي لكن هو ما قل لي عن مركزها قل لي عن بدايتها فاني من احسبت من البداية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وين وقفت بيا وارحة فكرة نعم نعم هس هنا ننتقل الى سؤال الاربعينية المباركة واراد فنان عمل لوحة جدارية تجسد بعض مشاهد الزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام على شكل قطع ناقص محوراه ينطبقان على المحورين الاحداثين على حائط مستطيل الشكل مساحته اثنعش متر مربع وطول قطره خمسة متر بحيث ان القطع الناقص يلامس اضلاع المستطيل جد المعادلات الممكنة للقطع الناقص طبعا الصور التي تم اختيارها هنا تجسد حالة الايثار التي يتمتع فيها جميع الخدم وجميع الزوار وصولا الى قبلة الاحرار ابي عبدالله الحسين عليه السلام هنا المستطيل ينجح شوفوها امامكم هذا المستطيل الاول وهذا المستطيل الثاني القطع الناقص مرسوم مرسوم بداخل هذا المستطيل اذا يقول القطع الناقص يلامس اضلاع المستطيل لو اجي انظر الى هذه الصورة ركزوا يقول المستطيل مساحة 12 وطول قطرة 5 زيان المستطيل بطول عرض يعني الـ X Y تساوي 12 يعني معناها الـ X تساوي 12 على Y هذه معادلة رقم 1 زيان من ده يقول طول القطر يساوي 5 زيان انا عندي هنا مثل قائم الزاوية اذا عندي هذا X وعندي هذا Y وعندي طول القطر يساوي 5 يعني رح يصير عندي 25 تساوي X تربية زائد Y تربية رح أصير عندي معادلتين معادلة أولى ومعادلة ثانية أحلهم قبل ما أرسم القطع الناقص قبل ما أرسم القطع الناقص رح أحل المعادلة الأولى أعوض المعادلة الأولى بالثانية أستخرج الـ X والـ Y ما المستطيل رح يطلع عندي احتماليا مر الـ X ثلاثة ويطلع الـ Y مثلا أربعة ومر الـ X أربعة ويطلع الـ Y ثلاثة إذن معناها شرح أستنتج بأن هذا المستطيل ربما يكون أفقي وربما يكون عمودي المستطيل بهذه الصورة إذن خلي نروح نشوف هنا الحل لهذا السؤال بالبداية رح أجي أرسم مستطيل وحدة أرسم مستطيل وحدة رح أجي أفرض البعدي مات X و Y داي يقول لي مساحة المستطيل 12 أنا رح أقول X في Y تساوي 12 إذن X تساوي 12 على Y هذه معادلة رقم 1 وداي يقول لي طول قطرة 5 إذن رح أطبق في داغورس رح أصر 25 تساوي X تربيع زائد Y تربيع رح أعوض مكان X 12 على Y إذا تربيع رح يصير 144 على Y تربيع نضرب المعادلة كلها في Y تربيع أصفر المعادلة أحلل بالتجربة Y تربيع مرة 16 يعني Y تساوي 4 أي الحالة الأولى أو Y تربيع 9 معناها Y تساوي 3 اثنين أعوضهم بالمعادلة رقم 1 إذا كانت Y 4 X 3 وإذا كانت Y 3 فمعناها X تساوي 4 على هالأساس يعني عندي احتماليا ربما يكون المستطيل أفقي وربما يكون عمودي إذن هنا بهالوقت رح أرسم القطع الناقص بداخلها فاش رح يصير عندي أكيد إذا كان أفقي أو عمودي الظلع الكبير يمثل 2 أي والظلع الصغير يمثل 2 B فإذا كان X هو 4 فمعناها 2 أي يساوي 4 إذا كان أفقي أو عمودي يعني أي تساوي 2 وإذا كان Y تساوي 3 يعني معناها 2 B يساوي 3 إذن B تساوي 3 على 2 إذن هنا منتهين منعدها سوى كان X وال Y 3 أو 4 الكبير يمثل 2 A والصغير يمثل 2 B في كل الإحتمالات إذن صار عندي A وال B ثابتة معلومة لكن رسم القطع الناقص ربما يكون أفقي وربما يكون عمودي مرة أكتب قانون X وعوض ومرة أكتب قانون Y وعوض إذن إن شاء الله الصورة واضحة وإذا عدكم أي مداخلة تفضلوا سيدوا أستاذ بالسؤال نعم ليش ما قلنا في العرض يعني 2A تربية إذا يعني في 2B تربية نعم يعني هنا أنت بالبداية مرد أرسم القطع الناقص بالبداية ممكن السؤال ممكن يحل بطريق آخر لكن ربما يكون أصعب فهنا رح أرسم القطع الناقص من البداية ورح أجي اعتبر 2A هذا وهذا 2B فرح أقول 2A 2B يعني معناها 4AB تساوي 12 يعني معناها A تساوي 3 على B هذه معادلة رقم واحد من أجي أطبق بدا غورس رح يصير عندي رح يصير 25 يساوي 2A تربيع زائد 2B تربيع صحيح جدا يعني 25 تساوي 4A تربيع زائد 4B تربيع وأجي يعوض الواحد باثنين أيضا سأجي أستخرج l-A و-B بشكل مباشر وبعدين أكتب المعادلتين ووصلتني منعتكم بعض الإجابات تحمل هذه الفكرة فأيضا إجابة صحيحة وموفقة والطالب يحصل عليها درجة كاملة إذا أكو سؤال آخر ننتقل إلى سؤال وزاري أيضا إجي عام 2014 لأولادنا في محافظة الأنبار طبعا هنا عام 2014 راح تقول شون دور رابع في وقتها لم يمتحنون طلاب الأنبار ويا المركز ويا باقي المحافظات بسبب ظروف المحافظة آنداك وامتحنوهم وحدهم في امتحانات خاصة لذلك هم سموه دور ثاني تكميلي ولكن هو كان دور رابع لأن صار أول ثاني ثالث رابع السؤال الجميل في هذا السؤال ربط الفصل الأول مع الفصل الثاني وشنتم تسألون أكو أسئلة ربط بين الفصل الأول والثاني ممكن وجايب الوزاري دي يقول لي إذا كان اي زائد اي دي يساوي اربعة زائد اثنين اي على واحد ناقص اي جد معادلة القطع الناقص الذي إحدى بؤرتين صغر دي وطول محوره الكبير يساوي اثنيا في طول اي زائد اي دي تذكرون احنا منعرفنا المقياس بالعدد المركب هذا المقياس سمينا ار وسمينا مود ز وسمينا بهذه الصورة إذن هذا من الشوفون خطين بخطين هذا ما ينقري مطلق يقرأ طول اللي قانون شنو قانون جذر اكس تربيع زائد واي تربيع وبالنسبة لهذا السؤال رح يصير جذر اي تربيع زائد اي تربيع هذا السؤال في وقته من اجاب الامتحان الوزاري بالمناسبة تكرر في سنة اخرى بعض الطلاب توهم من شافل اي عبال اختلاف مركزي لا 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 كل ما اشوف اي اقول اختلاف مركزي هو يقول اختلاف مركزي اذا هنا من يساعدني في حل هذا السؤال يالله اليوم تعبتوني بعد بعد الباقين قليلة مشاركاتكم قليلة يالله زهراء نعم نعم اول شاه الطرف الايمن اربعة زائد اثنين اي على واحد اي اذا هذا اي زائد اي د يساوي هذا رح اجي ابسط اللي هو اربعة زائد اثنين اي على واحد ناقص اي زين شنو المرافق ما ته واحد زائد اي اذا واحد زائد اي على واحد زائد اي 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 اثنين المقام هو اثنين زين اوزع البسط اربعة نعم اربعة اي نعم ازاد اثنين اي نعم اثنين 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 اي اثنين ويساوي اثنين زائد ستة اي اثنين زائد ستة اي على اثنين يعني اثنين 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 بي تربيع زائد سي تربيع نعم اه عشرة تساوي بي تربيع زائد تسعة نعم بي تربيع هيطلع واحد اذا معناها بي تربيع يساوي واحد اذا معناها المعادلة هي اكيد هنا صادية يعني معناها رح يصير وي تربيع على اي تربيع زائد اكس تربيع على بي تربيع يساوي واحد اذا هذا يساوي واحد يعني معناها رح يصير عندي وي تربيع على عشرة زائد اكس تربيع على واحد زائد اكس تربيع على واحد يساوي واحد إذن هنا هذا وهنا أقول معادلة القطع الناقص إذن هنا صار عندي من خلال السلسلة ما اليوم سؤالين وزارية والسؤالين في وقتها يعني الطلاب قالوا عليها صعبة بالواقع هي مو صعبة سهلة ولكن الطالب اللي يمدرب نفسه على مجموعة من الأسئلة الإثرائية وأنا أكدت في بداية المحاضرة أن الإثرائية مخارجية فما يكون قلق على أي تغيير ممكن يسويه بالامتحان الوزاري إذن إذا أكو أي مداقلة فاضلوا سؤالوا الزائد السهناء أريد أن يذهب إلى الروح يلزم له سبحة يدور على سبحة ويخليها قدامه نعم اليوم محاضرتنا إيمانية نعم مسبحة سبحة تم وضعها على شكل دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها ثلاثة ساتمات الآن أريد إذا أكو فالشي قريب عليكم سبحة إقلاده أريد أن تخلوها قدامكم وسووها على شكل دائرة هذه السبحة أريد أن تسوها على شكل دائرة هذه الدائرة يقول نصف قطرها ثلاثة سنتيمتر نصف قطرها ثلاثة سنتيمتر بعدين عجبني هذه الدائرة أحولها إلى قطع ناقص ممكن أسويها مربع ممكن أسويها مثلث ممكن أسويها مستطيل لا عجبني أحولها إلى شكل قطع ناقص محوره الكبير يقع على محور السينات يعني معناها قطع ناقص أفقي وطوله ثمانية سنتيمتر جد معادلة القطع الناقص المتكو أريد تقولولي من خلال هذا الوصف هل أن مساحة الدائرة تساوي مساحة القطع الناقص أم أن محيط الدائرة يساوي محيط القطع الناقص من هو رح يجاوبني بالنسبة للدائرة وللقطع الناقص نعم هداء محيط الدائرة يساوي محيط القطع الناقص واضح جدا إذن المحيط المساحة رح تكون متغيرة وريد تجربوها أنتو السهنة وراء المحاضرة تزمون قلادة تزمون سبحة ومر رسوها مربع وما رسوها مستطيل قيس المحيط وقيس المساحة تلقون المحيط تبقى نفسها لكن المساحة متغيرة إذا هنا هذا القطع الناقص هذه دائرة يقول لي نفسها راح أتحولها إلى قطع ناقص المحيط راح يبقى نفسه لكن المساحة راح تتغير ولكن أنا هنا دأ أسؤاله عن المحيط if this object does tell me تقول لي هذا القطع الناقص المتكون هنا محوره الكبير طوله ثمانية يعني معناها تو اي تساوي ثمانية زيان قبل ما اروح على التو اي اقول رح استنتج قانون محيط الدائرة اش قد رح يطلع محيط الدائرة هو نفسه محيط القطع الناقص اذا الحالة الاولى عندما كان الدائرة عندما كان الدائرة الار مالتها يساوي اربعة زيان هنا رح اقول البيوان اللي هو محيط الدائرة يساوي تو باي ار يعني معناها رح يصير هنا عفوا ثلاثة وليس اربعة اذا هنا الدائرة الار مالتها ناطنيها ثلاثة اذا معناها رح يصير عندي ستة باي زيان البيتو هذا يمثل القطع الناقص البيتو ايضا يساوي ستة باي قلنا محيط الدائرة ومحيط القطع الناقص نفسه زيان الستة باي هذا شي يساوي قانون محيط القطع الناقص يساوي تو باي جذر اي تربية زائد بي تربية على اثنين الثنين وهي الستة بيها ثلاثة الباي وهي الباي هذا ببباي يعني معناها رح يصير عندي ثلاثة يساوي جذر اي تربيع زائد بي تربية على اثنين من رح اقول بتربيع الطرفين رح يصير عندي تسعة تساوي اي تربيع زائد بي تربيع على اثنين اذا طرفين يساوي وسطين اي تربيع زائد بي تربيع يساوي ثمنتعاش زين هو داي يقول لي بالسؤال داي يقول لي اي تساوي ثمانية يعني معناها الاي تساوي اربعة ش رح يصير عندي هسة رح يصير سطعش زائد بي تربيع تساوي ثمنتعاش يعني معناها رح يصير عندي البي تربيع يساوي اثنين ما احتاج قيمة بي داي يريد مني معادلة القطع الناقص اذا هنا الفكرة العامة لهذا السؤال انا اتكوميها بالملزمة يقينا ان المسبحة اذا كان شكلها دائريا او مربعا او مستطيلا او قطع ناقص فان كل هذه الاشكال تشترك بنفس المحيط وتختلف في المساحة وعليه فان محيط الدائرة يساوي محيط القطع الناقص اللي شفناه الس اذا من اجي اكتب قانون الاكس اذا كانت البؤرة تنتمي الى اكس اكس اذا اكس تربيع على ستعاش اللي هو الاي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع يساوي اثنين اذا هذه معادلة القطع الناقص اذا هذا ما يخص سؤال المسبحة والسؤال الاخير في محاضرتنا لهذا اليوم قطع مكافئ رأسه نقطة الاصل وبؤرته تقع على محور الصادات بؤرة على محور الصادات والقطع الناقص البؤرة على محور السينات ذول القطعين متقاطعان بالنقطة هذه واذا مر اي قطع بنقطة فانها تحقق معادلته بما ان النقطة اثنين واحد صايرة بالربع الاول فلابد ان القطع المكافئ صادي موجب اكتب قانون الصادي الموجب اعوض الاثنين واحد طلعت عندي الفي تساوي واحد اذا البؤرة صفر واحد والمعادلة اكس تربيع يساوي اربعة واي زيان بما ان بؤرتين القطع الناقص على محور السينات اكتبت قانون محور السينات وايضا عوضت النقطة واضربنا في اي تربيع به تربيع صارت معادلة رقم واحد لكن ايج داي يقول لي بالسؤال يقول علما ان البعد بين بؤرتين القطع المكافئ والناقص يساوي وحدتين طول اذا فكرة السؤال الجني هذا ما اقول علي حديث الولادة لا لا هذا الجني مسجل بالمدرسة اذا هنا البعد بين بؤرتين مول اثنين سي دي يربالك وفكرة مصطلح البعد بين بؤرتين مكافئ والناقص وردت بالوزاري العام الماضي يعني لا تقول لي خارجي جدتي بالوزاري ايضا سؤال ما موجود بالكتاب وايجا سؤال بالوزاري بعد بين بؤرة مكافئ وبؤرة نقص لذاك اقولكم هذه الاسئلة اللي شفتوها اليوم كلها ممكن تجي بالوزاري اسأل يرضى الما يرضى اللي يريد يحكي علي زين يقول لي تعبنا باسئلة اثرائية اذا هنا نحاول ندرسكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى فستلمي يريد يقراها بعد كيف زين البؤرة معناها السي صفر والسالب سي صفر رح ارجع للرسم معادلة رقم واحد طلعت عندي اربعة بي تربيع زائد اي تربيع يساوي اي تربيع بي تربيع اذا بؤرة القطع المكافئ طلعت عندي صفر واحد زين بؤرتين القطع الناقص وحدة منهم سي صفر والاخرى هي السالب سي صفر اكيد ان البعد بين بؤرة القطع المكافئ وبؤرة القطع الناقص الاولى يساوي البعد بين بؤرة القطع المكافئ وبؤرة القطع الناقص الثانية نفس الشي فرح اخذ واحدة من عدهم هو دي يقول لي البعد يساوي اثنيا اذا رح اطبق قانون المسافة اثنيا تساوي تحت الجذر فرق الاكس تربيع زائد فرق الواي تربيع زين هسا يجي طالب يقول اريد اصاوي فيدى غرسة اقول اصاوي فيدى غرسة ماكو مشكلة اذا بتربيع الطرفين رح يصير اربعة تساوي سي تربيع زائد واحد يعني معناها السي تربيع تساوي ثلاثة اذا صار عندي السي تساوي جذر ثلاثة او السي تربيع تساوي ثلاثة زين عندي العلاقة الاساسية اي تربيع تساوي بي تربيع زائد السي تربيع عوضت المكان السي تربيع ثلاثة معادلة رقم اثنيا هسا هنا اعوض اثنيا في واحد واحل السؤال حل معادلة لا تعتيادي مجموع مربعين هذا رح اقول عليه يهمل والبي تربيع ناقص ثلاثة يساوي صفر اذا بي تربيع تساوي ثلاثة اعوضها بالمعادلة رقم اثنيا الاي تربيع تساوي ستة وبعدين اكتب قانون معادلة القطع الناقص اذا هذا كل ما موجود محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله حتى اشوقك الى المحاضرة القادمة المحاضرة القادمة باذن الله رح تكون يوم الاحد بالنسبة لطلاب الاعتيادي ويتكون يوم الاثنين بالنسبة الى طلاب المتميزين رح اجي ارسم لك قطع ناقص اقول لك اذا مر القطع الناقص بنقطة رح تقول لي فانها تحقق معادلته اقول لك عاش جيدك اذا قطع ناقص يمر بالنقطة مثلا اهنا سبعة صفر اي نقطة بيها صفر تنتمي للقطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل ومحوراه ينطبقان على المحورين الاحداثيين فانها تمثل اما الرأس او تمثل القطب مثلا هنا صفر خمسة التفاصيل رح نشوفها ان شاء الله الاسبوع القادم شكرا لحسن اصغائكم وتصبحون على خير